السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم اليوم نعيش على وقع تصريحات قوية لرئيس الجمهورية قيس سعيد مباشرة كانت من مقر وزارة الداخلية أحكي على الناس اللي تجتمع للتخطيط لغتيال رئيس الدولة وصفهم بالإرهبيين بالمجرمين بالمتأمرين على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتبديل هيئة الدولة فما برش الناس مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وفما طبعا الخصوم هما ضد خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد نلقاه اليوم عميد المحامين السابق الأستاذ إبراهيم بودربيلا قال بأنه رئيس الجمهورية هو الممثل الرسمي للدولة التونسية وقراراته واتهاماته مبنية على تقارير رسمية يطلع عليها مسبقا قبل أن يتكلم معناها مش قاعد يحكي من فراغ والكلم اللي يقول فيه يقول رو بالحجج وبالدليل ما هواش يفادلك ولا يجايب من راسه به نلقاه زيدا أنه يقول بأنه اليوم الوضع العام في البلاد يعيش على وقع احتكار تلاعب بقوة الشعب وهذا تحدث عليه البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد وينسبها لبعض الأطراف ويقول هذه أعمال مدية إذا كان أثبتتها الأبحاث فهي تعتبر جاء ريمة نعرف أنه البارح آخر الإيقافات هي وليد جلد النائب السابق في البرلمان المنحل وليد جلد اليوم فم قرار قضاء جديد أصدرته نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة إيديع بالسجن في حق وليد جلد من أجل تهمة الارتشاء حسب ما أوردته إذاعة مزيك ومن المنتظر إحالة جلد على أنظار الجهة القضائية المعنية لمحاكمته من أجل ما نسبه إليه اليوم شفنا ببرشة تصريحات للمحامين بتاع الموقفين أبرزهم سامير ديلو أبرزهم غازي الشويشي أبرزهم عبدالعزيز الصيد وخلينا نبدأكم بتصريح المحامي سامير ديلو أكد أن القضايا هذه اللي تمت إثارتها مؤخرا لم تأتي في السياق الطبيعي وإنما جيت بتعليمات من السلطة السياسية بعد لقاء رئيس الجمهورية بوزيري العدل ودخلي وقال ديلو في ندوة صحفية نظمتها جبت الخلاص اليوم هذا نعطيكم أكثر تصريحات عليها قال إنه ما يجري حاليا غير مسبوق وأكد أنه فما بعض الموقفين ما عندهم حتى تهم ولا قضية ولا ملف على غرار مثلا مدير موزيك نوردين بوتار ورجل أعمال كاميل طيف وتم الاحتفاظ ببقية المتهمين بتهم التأمر على أمن الدولة اللي قول جيت على خلفية شربوا قهوة مع خيم التركي حسب تعبير سامير ديلو ديلو خاليني نعطيكم أكثر تصريحات على سامير ديلو وحكي اليوم زادة على الوضعية الصحية لنوردين بحيري تم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه إلى كسر أثناء إيقافه حسب ما أكده سامير ديلو وحكي اليوم به نجيب الشابي في الكونفيرانس دو بريس اكد زادة كيف كيف بأنه يعني قاضي التحقيق كان أصدر بتاقة إدابة السجن في حق نوردين لبحي لتهم تعلقت بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وكيف كيف زادة سامير ديلو أكد أنه لم يتم النقاش في الأصل في قضية موكله باعتباره قدمة أمام قاضي التحقيق في وضعية صحية سيئة وقال أنه البحيري جاي في وضعية سيئة ده بشو مقطع عنده جروح في ركبته وكتفه مجدود بلاتين وسقيه وطبيبة في مركز الإيقاف بيب وشوشة طلبت تحويله إلى أحد المستشفيات فقلنا مش لازم نخوضه في الموضوع إلى أن ينفذ القرار الطبي نلقا اليوم مثلا زادة فما الحقيقة هي تصريحات كبيرة يسر مثلا حاتم لمليكي نشط السياسي حاتم لمليكي انتقد كلمة رئيس الجمهورية البارح قيس سعيد بعد زيارته لمقر وزارة الداخلية بعد حملة الاعتقالات اللي طالت عدد من السياسيين ورجال الأعمال والقضاة وقال لمليكي أن الجانب القضائي في الموضوع هذا هو من اختصاص المحامين وأيضا القضاء ولكن سياسيا فإن حديث رئيس الجمهورية في كل مرة عن محاولة اغتياله يحوم حولها الكثير من الغموذ ويقول أنه هالمسألة هذه تم تدولها منذ مدة ولم يتم تطرق فيها بعد لتبعاتها أو ما تم التوصل ليه بالرغم من خطورتها قال أنه التصريحات الرئيس البارح في علقة بالإيقافات تعطي انطباع بأنه المسألة محسومة حتى قبل ما ينظر فيها القضاء ويقول أنه التأكيد على مستوى رئيس الجمهورية بأنه هالأشخاص الموقوفين مجرمين وإرهيبيين ومدانين والقضاء ما أصدرش حكمه بعد في شأنهم فإنه المسألة تصبح توجيه للقضاء وقال الأمليكي أنه لقاعد ساير مضر بصورة تونس في الخارج وهذا يشير إلى أنه الوضع غير مستقر وفما محاولة للتأمر على الدولة وفما عملية إرهابية وفما محاولة لغتيال رئيس الجمهورية وإذا ما يعطي صورة سلبية على تونس خاصة وأنها في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال أنه هوني برش أثراف ناجم تعبر على تخوفتها وانشغالتها خاصة من مسألة الحقوق والحرية والمس من النشاط النقابي ومن حرية التعبير بعد المرسوم 54 وبعد زاد إيقاف مدير عامي ذاعة موزيكا فام نلقى زادا الطريفي بسيما طريفي رئيس الرابط التونسي لدفع عن حقوق الإنسان انتقد تصريحات رئيس الجمهورية البالح في مقر وزارة الداخلية وأعتبر أنه هذا ينصف قرينة البراءة ومقاومات المحاكمة العادلة وفيه ضرب لحرية التعبير والأعلام المستقلة على حد تعبيره به نلقى زادا كيف كيف اليوم الكيلاني عبد الرزيق الكيلاني عميد السابق قال بأنه تصريحات رئيس الجمهورية لأدل بها البالح من مقر وزارة الداخلية تعد تدخل سفر في القضاء وقال أنه ضمانات القضاء العادل أصبحت غير متوفرة والقضاء معادش عنده ضمانات ورئيس الجمهورية بجرة قلم ينجم يعفي أي قاضي ويقول القضاءات أصبحوا يعيشون حالة رعب على حد تعبيره نفس الشي اللي قالوا اليوم غازي أشواشي في مدخلاته الأعلامية وقال أنه الكيلاني قال أنه تصريحات رئيس الجمهورية من أنه الموقفين تم ضبطهم متلبسين وفم اعترافات تتعلق بالتآمر وكل قال هذا لا أسس له من الصحة والملفات متاع الموقفين في الفترة الأخيرة معنى أنفاء أنها تتضمن أي إشارات للتآمر على أمن الدولة اليوم عبدالعزيز الصيد زيدة المحامي محامي الناشط السياسي خيام التركي عبر على استغرابه من مضمون ملف قضية التآمر على أمن الدولة وأكد أنه الملف خالي من كل أفعال مادية أو وقاع من شأنها تبرير التهم اللي تم الحديث عليها وقال أنه لا أدلة ولا محجوزات ولا شهود ولا اعترافات ولا تسجيلات ولا أي شيء للتآمر على أمن الدولة أو التخطيط لصحب السلع والترفيع في الأسعار وتأجيج الشارع وقال أنه العنصر الوحيد اللي في الملف يشير إلى عبارة الترفيع في الأسعار وتأجيج الشارع هو في علاقة بمناوبه في إطار محذر مراقبة الخيام التركي بعد لقاءه بالنشط السياسي لازهر العاكرمي وقال أنه لقاء هذية اللي تم في ثمانية فيفري ما نهى لقاء صار نهار ثمانية يقول يعني ثمار هذا التخطيط باش نرى بعد ثمانية وقت لأحنا عنا أكثر من عام نعيش في غالية الأسعار ونقص السلع بالحقيقة من تطورات كبيرة وتصريحات أخرى خليت زادة حركة النهضة تهبط بيان خاصة على نوردين البحيري وقالت أنه تحمل قيس سعيد وحاكمت تحقيق مسؤولية حياة نوردين البحيري بسبب تدهور الوضع الصحي امتاعه وجراء كسر في ذراعه الأيسر بسبب العنف الشديد والصحل اللي تعرض له في عملية الإيقاف فامتاعه وهذا ما استوجب عملية جراحية عاجلة واختيرة على حياته بحكم وضعه الصحي الهش ترجمة نانسي قنقر شكرا